السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة أعتبرها من أرواح الحلقات التي سأقدمها بإذن الله وهي حلقة حول مرنامج إنشيسد ميتيجيشن إكسبرينس طول كيت هذا البرنامج من مايكروسوف كل أسف غير مشهور ولكنه قوي لا أعرف لماذا هو غير مشهور لأنني أنا كذلك تعرفت عليه مؤخرا وفي الحقيقة أبهرني بقوته لأن هذا البرنامج عندما تشرع في القراءة عنه وتتفاجأ لأنه يستطيع أن يحميك من أغلب الطغرات الإلكترونية الموجودة سواء في البرامج أو كذلك في نظام تشغيل يكفي أن أبسط لك الموضوع في الجملة الآتية هذا البرنامج حتى إذا كان نفترض هناك طغرة أمنية في حاسوبك أو سواء كانت في برنامج أو كانت في نظام تشغيل يعني هناك طغرة أمنية موجودة ويمكن للهاكر أن يقوم باستغلالها واختراقك فهذا البرنامج حتى وإذا كانت طغرة موجودة يقوم بمع الهاكر من اختراقك رائع أليس كذلك يعني حتى إذا كانت هناك طغرة فهو يحميك منها يعني يحميك من أن يقوم الهاكر باستغلالها برنامج أعتبره ضروري ضروري إذا تعرفت عليه اليوم يجب أن تتبت ويجب أن يكون سلوك بنسبة إليك أن تتبت إنشيس الميتيكيشن لأنه سيحميك بإضافة إلى الأنتي فيروس وكذلك إلى برنامج مالوير بايت هذا البرنامج يكفيك أن تقوم بتحميله عن طريق النقر على داونلاود ثم بعد ذلك تقوم بالتعليم على أم أتي ثم نكس بعد ذلك تقوم بتحميل هذا التطبيق طبعا قل وداعا للهاكر بعد ذلك تنقر على كليك هير كما قلت قل وداعا للهاكر لأنه بالفعل هذا البرنامج سيغنيك عن جميع البرامج التي تعتني بسد الطغارات هذا البرنامج لا يقوم بسد الطغارات وإنما يقوم بأكثر من ذلك حتى إذا كانت الطغارة يقوم بحماية حمايتك من أن يتم استغلالها من طرف الهاكر ليس مثل برنامج سيكينيا أو غير ذلك من البرامج المعروفة في هذا المجال طبعا ننقر على نكس ثم نكس ثم آي أغري ثم نكس طبعا طريقة تقليدية في تتبيط البرامج وبعد التتبيت من الضروري أن تظهر نافذة أنصحك يعني عندما تظهر هذه النافذة وهي التي سنشاهدها قبل بعد قليل عفوا فعندما تظهر هذه النافذة تنقل على يوزر كومندد سيتين من الأفضل ثم فنش إذا كل ناطئ لك في جانب بليز رون ديس بروغرام أز أدمنسترطر أوكي كلاوز إذا طبعا طبعا كما رأيتم أنه يطلب مني أن أشغل هذا البرنامج بصلاحيات الأدمين إذن لن أتضر ضد في ذلك رون أز أدمنسترطر يس إذن جيد هذا بعد تشغيل البرنامج كما تشاهدون معي وهذا هو البرنامج فأول شيء يجب أن تقوم به والأمور التي سأشرح لك هي أولا أن تنقل على إمبورت ثم بابولور صوفتور لماذا؟ لكي تجعل البرنامج يقوم بدعم أغلب البرامج التي نستخدمها بشكل يومي مثل جوجل كروم، فايرفوكس، أنتر إتس بلورر، فوتوشوب، جابا كل هذه البرامج التي نستخدم كل يوم تجعل البرنامج يقوم بدعمها ويقوم بحمايتك منها وفي حالة إذا كانت تتواجد بها أي طغارات أمنية أو كان بها أي تصرف غير مشكوك فيه نقول تصرف مشكوك فيه طبعا هذا بالنسبة للإمبورت، طبعا عندما تقوم بالنقر على إمبورت يجب عليك في حالة إذا كنت تشتغل على جوجل كروم، فايرفوكس أو إلى غير ذلك أن تقوم بإعادة تشغيل هذه البرامج لكي تكون تحت إمرض وتحت مراقبة برنامج أم أتي غير ذلك فبالنسبة لهذه الإعدادات التي تشاهدون الآن أمامكم هي إعدادات نوعا ما متقدمة وفي الحقيقة قاليني سعفني الوقت لكي أشرحها ولكن سأشرح لكم أو الأمر الذي يجب أن تنتبهوا إليه هو فيما يخص كويك بروفايل نيم، بالنسبة لكويك بروفايل نيم هنا عندك خيارين حتى لا نذكر الثالث عندك خيارين فيما يسمى بالماكسيموم سيكورتي سيتيم والريكمونت سيكورتي سيتيم بالنسبة لماكسيموم سيكورتي سيتيم فهنا ستضفي على الحاسوب حماية قصوى ولكن في المقابل قد تكون هناك انظارات خاطئة عندما أقول انظارات خاطئة أنه أن الحاسوب سيصبح يشك في أي تصرف كان ولو كان صحيح قد يشك فيه أنه خطر وبالتالي قد يقوم بقطع أو إغلاق هذا البرنامج أو البرنامج الذي شك فيه لهذا من الأفضل أن تختاروا ريكمونت سيتيم سيكورتي سيتيم ولكن هذا الأمر لا يعني أنه قد لا تكون هناك بعض الانظارات الخاطئة بالنسبة لبرامج مثلا مثل برامج الإيميل وكذلك برامج الترسل الفوري إذن أتمنى من سبقا أن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم وقد أعجبكم هذا البرنامج إذا أعجبتكم حلقك اليوم لا تنسوا ولا تبخلوا علي بدعمي عن طريق النقر على زر لايك فلايك منك هو تشجيع قوي منك لي وحلقاتي غير ذلك فإذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقات رغيب أمين أول مرة تشاهد فيها حلقاتي يمكنك دائما مشاهدة جميع حلقاتي على قناتي عبر اليوتيوب ويمكنك في نفس الوقت النقر على الزر سبسكرايب الموجود أسفله وأضرب لك دائما موعد طيلة الأسبوع بحلقات وأكبار تقنية وموضع تقنية متعددة كتابية وبالفيديو فقط على الرابط www.thprofessional.com ويمكنك إذا كان عندك أي مشكل أو أي مشكل في حلقة اليوم أو أي تساؤل أو أي مشكل في المعلوميات يمكنك دائما طرحوا علي من الاثنين إلى الخامس على الساعة السابعة والنصف على الرابط www.thprofessional.com هناك بات مباشر أقوم به بشكل يومي للإجابة على أسئلتكم وحال المشاكل لكم في المعلوميات غير ذلك فيمكنكم الاتحاق بنا على أدخل صفحة تقنية في الفيسبوك نعم facebook.com.shary.professional هي صفحة تضمن وصي وموصي التقنية غير ذلك أضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة بإذن الله إلى ذلك من الحين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر